عندئذ أمامهم أمامهم فرصة كبيرة جداً هو أن يروحوا إلى المجلس الأمن ويقولوا الآن المعلومات العدنة أن إيران ستمتلك القوة النووية كما قالوا آنذاك على نظام العراقي وتبدأ وراها التهديد الأخير أي التهديد ما قبل الضربة طيب هل هذه الضربات الآن اللي دا نشوفها والانفجارات هل تعتقد جزء منها إسرائيل دا تشتغلها بالداخل الإيراني من أجل الضغط بشكل أو بآخر أو تحقق مكسب معين من المفاوضات اللي دا تصير بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جهة وإيران من جهة أخرى عزيزي أجب أن تعرف لما سووا ما يسمى إيران جيت من جملة الصفقة لما سلحت إسرائيل إيران بالقطع الغيار للأسلحة الأمريكية لعد إيران من جملتها أن إيران تسمح لليهود الإيرانيين بمغادرة إيران ويقدر عددهم من ستين إلى سبعين ألف يهود إيراني فإيران إسرائيل عدها من القدرات البشرية اللي يعرفون إسرائيل يعرفون إيران أحسن من أي وقت آخر لا بل يعرفوها أحسن مما كانوا يعرفوا العراق فبالتالي لما تسمع على تفجيرات هنا وهناك هناك كثير من الوسائل والمعلومات اللي يعدهم هذه حقيقة كما سبقا بيّنت هذه هي الرسالة التي أرسلت إيران الآن إيران لا تصعد بالعكس قالوا بأحيانا هالتفجيرات نتيجة غاز وقللوا من عدها وغير ذلك لكن لا نزال إحنا نمر ما يسموه بالوقت الضائع إلى أن يصد الأوروبيين والأمريكان والإسرائيلين إلى قرار نهائي أن إيران لا يمكن أن نسمح لها أن تكرر لعبة هتلر بأن تبتزن إلى أن نتنازل وتنازل ثم نجد نفسنا أمام حرب هذا ممكن يحصل في شهر شهرين ثلاثة لكن هذا هو السيناريو الموضوع على الأرض